الحر أيضا سأل يقول وهذه ملاحظة بعض المصلين إذا جاء أراد أن يسجد وضع فرد الشماغ مثلا أو أي شيء معه وسجد عليه ولا يسجد على الفرشة في المسجد أو على الأرض مباشرة هل في ذلك بأس؟ إن كان هذا لحاجة فلا بأس كأن يكون المكان الذي يسجد عليه يكون متسخا مثلا أو به روائح ونحو ذلك لا بأس أن يضع يكون عنده مثلا حساسية مثلا نعم يكون عنده تحسس مثلا لا بأس أن يضع طرف غترته أو شماغه على الأرض ويسجد عليه أما إذا كان بدون سبب فهذا مكروم لأن بعض الناس عندهم وساوس يقول ربما يكون هذا المكان نجس ليس بطاهر هذا مكروم ينبغي تركه ينبغي أن يحمل الأصل على الطهارة وأن يصلي في أي مكان ولا يتكلف هذا التكلف بوضع طرفي شماغه وغترته إلا أن يكون هناك سبب إذا كان هناك سبب تزول الكراهة ما بدون سبب فهذا مكروم البعض يفسرها بنوع أن هذا نوع من الترفع أن يسجد الإنسان لله عز وجل على هذا المواضع التي يسجد عليها جميع الناس هذا بعيد عن المسلم المسلم ما أتى للمسجد وأتى للصلاة إلا وهو يريد التعبد لله عز وجل والخضوع لله سبحانه وتعالى لو كان يريد الترفع ما صلى أصلا لكن بعض الناس عندهم يعني بعض التحسس عندهم تحسس يعني خاصة المساجد التي تكون يكون فرشوة قديما فأحيانا يكون لها روائح وحيانا كذا وبعض الناس أيضا عندها حساسية في الأن فإذا كان هناك سبب فتزول الكراهة أما بدون سبب فهذا مكروم هنا سؤال أو